وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يُبعثون على نياتهم قالت عائشة رضي الله عنها يُبعثون على قدر نياتهم هذا في رشارة إلى أثر النية في العمل جزاءً وعقوبةً ومرتبةً هل يُثاب أو يعاقب ثم إذا كان يُثاب فما مرتبة في الثواب بقدر نيته بقدر ما معهم من إخلاص هذا وجه ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها يُبعثون على قدر نياتهم أي أن الناس إذا اشتبهت حالهم عند الناس فإنه يُؤتوك النواياهم ومقاصدهم إلى الله لا يُفتَّش عنها بل أمرهم إلى الله وعليها يجري بعث الناس يوم القيامة وجزاؤهم